أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي قامعت مسيرات الغضب الفلسطيني المتواصلة منذ أسابيع في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة الفلسطينيون واصلوا هبتهم الشعبية الرافضة لانتهاكات الاحتلال وسياسات الولايات المتحدة الجائرة بحق القدس والقضية الفلسطينية فيما عمدت قوات الاحتلال إلى قمع المسيرات مستخدمة الرصاص الحي والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت حيث تعرض عدد من الفلسطينيين لإصابات مباشرة بالرصاص وحالات اختناق جراء استنشاق كميات كبيرة من قنابل الغاز السام هذا ويستعد الفلسطينيون في مختلف مدن الضفة والقطاع للمشاركة في مسيرات حاشدة في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني يوم الجمعة المقبل تأكيدا على التمسك بحق العودة ورفض الحلول التصفوية المقترحة على حساب حقوق الفلسطينيين الثابتة